إيران مجدداً بتدخلاتها السافرة في الشأن العراقي تدخل على خط الصراع الدائري في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بين القوات الحكومية وميليشيا حزب العمال الكردستاني عقب اندلاع اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل عدد من عناصرهما التوترة في سنجار بدأت بالتزامن مع ورود أنباء عن تحقيق ميليشيا سوريا الديمقراطية لتقدم كبير في معاركها ضد مسلحي تنظيم الدولة في الشرق السوري وربما أن هذه التوترات ليست حديثة العهد فمنذ استعادة القضاء من تنظيم الدولة عام 2015 تتنازع العديد من الأطراف من أجل السيطرة عليه سواء كانت القوات الحكومية أو ميليشيات الحجد وحزب العمال الكردستاني إضافة إلى الميليشيات الكردية السورية هذه الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيا حزب العمال في سنجار حاليا قُبلت بصمت غير مفهوم من جانب القوات الحكومية إلا أن هذا الغموض قد يزول بمجرد تسليط الضوء على تقارير تحدثت أنها تتحرك بدعم من ميليشيات عراقية موالية لطهران في المنطقة ولعل ذلك يفسر بوضوح سياسة النأي بالنفس التي اتبعها نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس الذي زار القضاء بالتزامن مع الاشتباكات حيث نفى مكتبه أن تكون لزيارته صلة بما يحدث في سنجار على الأرض حاليا تتصاعد الاحتمالات بتزايد حدة الصراع مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط سنجار حيث نصبت نقاط تفتيش في مناطق متفرقة وأكد مسؤلون عسكريون أن جميع الاحتمالات مفتوحة بعد هذه التطورات فيما أكدت الأنباء الواردة من داخل سنجار أعلان ميليشيا حزب العمال حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأي هجوم مفاجئ قد تشنه القوات الحكومية ومع توسع انتشار هذه القوات على طول الشريط الحدودي مع سوريا الذي يمر بمحافظة نينوى حيث يقع قضاء سنجار يرى خبراء أن ضبط الحدود العراقية السورية هو مطلب تدعمه الولايات المتحدة بشدة بشرط أن تكون القوات الماسكة للأرض نظامية وليست عبارة عن ميليشيات على غرار سوريا الديمقراطية أو حزب العمال الكردستاني أو الحجد وهو الأمر الذي لا يناسب طهران طبعا ومن هنا يتجلى بوضوح سبب دعمها لميليشيا حزب العمال الكردستاني فلن يصب في صالحها أبدا أن يستتب الأمن في سنجار أو في أي منطقة عراقية أخرى